انا بنت طلقش المنتجيني وزاهدة انا بحطامش تعرفيني وبيتش ما اطمع قلتش فارقيني خذتي امي وعودي واخواني وبنيني خذتي امي وعودي واخواني وبنيني لا عزيز الظللي وخذتي مين عندي هلي هلا لا عزيز الظللي وخذتي مين عندي هلي يا دنيا كافي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاه يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك واتسعت المعصومين من ولدك وبنيك ما خب سيدي من تمسك بكم وأمنا من لجأ آيا إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي يا ليتنا كنا× بلدك ما خب سيده يا أبا اضح PS ومجرحوا يوبوبون ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا منه جديد وثواكلين في النوح تسعد مثلها يا أرأيت ذاتك لن يكون سعي يا أرأيت ذاتك لن يكون سعيدا لا العيس تحكيها إذا حنت ولل ورقاء تحسن عندها التغريد يا 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 إن تنعطت كل قلب حسرت يا أرأيت ذاتك لن يكون سعيدا على المياه دعاها بابا وغداية أسيرة خدرها ابنة فاطمة يا أين لم تلف غير أسيرها مصفو يا واي يا واي يا واي يا واي دعاها واي يا واي نايا يا واي اتفقط طاعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان انفره دايا وانسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جمالي من ضود يا واي وما لي دعوتك لا تجيب ولم تكون عودتني من قبل ذاك صدود يا واي يا واي ودعتك الله يا عيوني يردون عنك يا أخذوني زجري وخي ولا لي باروني أنا نخي يا 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 تخوتي وما تجاوبوني ما تجوني ومنيد العهد تخلصوني أي والله ومنيد العهد تخلصوني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين وأمتنا على ولاية أمير المؤمنين لتعجيل فرج إمامنا بقية الله في الأراضين إمام الزمن الحجة بن الحسن المهدي العسكري ولشفاء مرضانا ولقضاء حوائجنا ولكشف هذه الغمة وهذا الوباء عنا وعن بلاد المسلمين عطروا الأفواه نوروا القلوب والمآتم والوجوه والمجالس وطهروا الأرواح والأبدان عطروا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآلي محمد وعجل اللهم في فرج إمامنا واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه يا كريم ويا رب لكل مصيبة أجرها ولكل قضية حسناتها وأمورها فيما يخص المؤمن المؤمن الله سبحانه وتعالى يبتليه بأمور كثيرة في هذه الحياة الدنيا وكما تعلمون هذه الحياة الدنيا هي محل البلاء كما عبر عنها أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال محفوفة بالبلاء محفوفة بالبلاء محفوفة نعم بالمصائب ولكن عند المؤمن تختلف القضية عند المؤمن حينما يلتفت بأن هذه الدنيا زائلة بأن هذه الدنيا غير باقية بأن هذه الدنيا عبارة عن قنطرة يعبر فيها الإنسان من جانب إلى جانب آخر لابد أنه يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى في مصائبه في محنه يتوسل إلى الله عز وجل يدعو الله بفنون الدعوات وتلاحظ ينكسر قلبه تدمع عينه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل أموره في كل حوائجه في كل مصائب أيضا فتلاحظ هنا الفرج يأتيه من حيث لا يحتسب يأتيه تأتيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى ينظر إلى عبد يتوسل إليه مخلوق ضعيف مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا لا يملك لنفسه لا حول له ولا قوة ويتوسل إليه فيأتيه الفرج من الله سبحانه وتعالى ويأمر الله عز وجل ملائكته بأن يلقفوا بحاله وينزلون عليه الرحمات ويفرجون عنه ببركة الله عز وجل هذه المصائب ماذا تصنع للإنسان؟ هذه المصائب والمحن طبعا تسقل الإنسان تربي الإنسان تجعله متحملا يتحمل أكثر يقولون لا يعرف الراحة إلا من ضاق وذاق الشدة والمصائب لا يعرف العز إلا من ذاق الذل لا يعرف الغناء إلا من ذاق الفقر لذلك لا بد من هذه المحن هذه المصائب حتى يعرف الإنسان نعم الله عنده ورحمة الله عليه ونحن ننعم بنعم كثيرة من الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك نلاحظ ما أصاب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين كل هالمصائب والمحن أصابت أهل البيت صلوات الله عليهم وكل واحد فيهم له مصيبته يعني واحد مصيبة كإمامنا مثلا مولانا موسى بن جعفر صلوات الله عليه مصيبة أنه يسجن أنه يعذب في قاعر السجون وظلم المطامير وعظ القيود مصيبة مثلا مولانا الإمام الرضا صلوات الله عليه أنه يهجر روح له الفداء الله يرزقنا زيارته أنه يهجر من بلده من بلد جده ويبعد إلى خراسان بعيد المدى السلطان علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه مصيبة مثلا إمامنا الصادق روح له الفداء أن يحجز في بيته وفي داره ممنوع عليه أن يخرج من الدار ما يسمى بالإقامة الجبرية أقاموها على الإمام جعفر بن محمد الصادق فترة من الزمن لكل إمام مصائبه تأتي لمصيبة مولانا الحسن صلوات الله عليه كريم أهل البيت نلاحظ المصائب التي أتت عليه والحروب التي قامت ضده والاغتيالات التي تعرض لها الإمام الحسن روح له الفداء والكلمات الكلمات المشينة التي قيلت في حق مولانا أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه ولما تأتي إلى مصيبة الحسين بأبي وأمي مصيبته المصيبة الراتبة المصيبة العظمى الذي جرى عليه ما جرى على الأئمة جميعا يعني لو أردنا أن ننظر إلى هل الحسين حبس وسجن نعم سجنوه في كربلا حاصروه في كربلا هذه المحاصرة كأنما سجن للإمام صلوات الله عليه ما سمحوا لمولاي الحسين أن يخرج عن كربلا طلب منهم كم مرة أن يعود قال تركوني أرجع إلى وطني جدي إلى المدينة المنورة أو أذهب إلى اليمن أو أذهب إلى مكان آخر قالوا لا إما هنا أن تبايع يزيد وإما أن تطير الرؤوس يعني واحدة من اثنتين والإمام قال كلمته المشهورة سلام الله عليه هيهات من الذله ومثلي لا يبايع مثله وقال أيضا صلوات الله عليه لا أعطيكم بيد يعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد صلوات الله عليك يا أبا عبد الله ونشوف هالمصائب جرت أيضا على عياله وعلى أطفاله يعني الذي أصاب مولاتنا الحوراء زينب صلوات الله عليها الذي أصاب بنات أبي عبد الله الحسين يعني سيدتنا سكينة ابنة الحسين مثلا ما أصابها سواء في يوم عاشوراء أو فيما بعد يوم عاشوراء في يوم عاشوراء من المحن من المصائب وأيضا عندنا نعم لما أرادوا الرحيل عن كربلة وكيف أنها رمت بنفسها عند جسد أبيها الحسين صلوات الله عليها وصارت تبكي مولاتنا سلام الله عليها فأمر ابن سعد أن يجروها عن جسد مولاي الحسين أن يجروها عن جسد أبيها يقول فأتوا وجروها عن جسد أبيها صلوات الله وأيضا المحن التي جرت على بناته وجرت على عياله هذه المحن أخواني ما جرت على أحد ما جرت على أحد لذلك يقولون بأن مصيبة أبي عبد الله الحسين هي أعظم المصائب أكبر المصائب لماذا؟ لأن كل الأئمة لو تقيس مصائبهم وننظر إليها من شوف أصابهم مثل ما أصاب مولاي الحسين سلام الله عليه يعني كما بينت إذا إمام سجن صلوات الله عليه هذا الذي سجن لكن ما سبيت عياله ما قتل رضيعه على صدره ما رأى حرق نعم خيام عياله أو دور عياله نشوف نعم بعض الأئمة ظلموا بأبي وأمي لكن مثل مظلومية أبي عبد الله مثل يوم الحسين لم يجري على أحد مو فقط الأئمة حتى الأنبياء لم يجري عليهم حتى الأنبياء لذلك عظمت مصيبته لذلك نشوف هاي المجالس إخواني وهذه المواكب والناس كلهم حقيقة مع مولاي الحسين صلوات الله عليه يقدمون كل غال وثمين لأجل مولاي الأبي عبد الله الحسين لأن ما في رخيص أمام الحسين كل غال وثمين يقدم للحسين رعي له الفداء ويقدمون على حساب راحتهم على حساب نعم حياتهم ربما تتوقف ويوقف حياته ومعيشته لكن في خدمة أبي عبد الله الحسين لأن القضية قضية إلهية لهذا مصائبهم شتى وشتى قبورهم أقول سيدي يا أبا عبد الله هذه المصائب جرت عليك حتى يقول أخاك الحسن أبا محمد المشتبة سلام الله عليه يقول لك لا يوم كيومك يا أبا عبد الله ما في مثل يومك يا حسين ما في مثل مصيبتك يا أبا عبد الله ويأتي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فيقول في ضمن زيارته وفي ضمن كلامه مع مولايا وجده الحسين صلوات الله عليهم يقول مصيبة يذكر مصيبة الحسين يقول مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض لهذا أسأل من الله سبحانه وتعالى بحق مولانا الحسين بحق أبي عبد الله أن يحشرنا مع الحسين أن يوفقنا لخدمة أبي عبد الله أن يجعل هذه المجالس والمعاتم عامرة آمنة إن شاء الله يجعلها عامرة ويجعلها آمنة إن شاء الله ببركة مولاي الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف وطبعا حتى إمامنا المهدي الذي كلما ذكر جده الحسين بكى عليه كلما تذكر ما يجري عليه بكى عليه كلما نراه ونسمعه في زياراته وفي كلماته وكتبه صلوات الله عليه أنه يبكي على جده الحسين ويتأثر لمصيبته وكما بينت ما أصاب الحسين أصاب عيال أيضا أصاب أهل بيته بنت من بناته ويأتي بها الزمان حتى تكون ضمن السبايا ينقل المؤرخون يقولون هذه العزيزة كانت مدللة عند أبيها هذه العزيزة كانت لها علاقة خاصة في قلب أبيها الحسين صلوات الله عليه هذه البنت العزيزة كلما كان أباها يصلي كانت تقف عنده وتصلي معه ينقل المؤرخون أنها اشتاقت لأبيها الحسين ولكن لم ترى حينما ودعها ودع عياله ونساء يوم العاشر من المحرم وخرج فلم ترى أبوها لذلك يقول بعض المؤرخين لعل مولاة العقيل زينب شدت عيناها لشيء قد أصاب عيونها من ضرب أو من أمر آخر يقولون أنها لم ترى كانت طول الطريق لم ترى رأس الحسين بأبي وأمي هذه العزيزة رقية ابنة الحسين يقول حتى أتت إلى الشام في أول يوم دخلوا الشام وأدخلوهم إلى الخربة بأمر يزيد الخربة التي في الرواية لا تقيهم لا من حر ولا من برد خربة خرابة من اسمها يقول هناك كان الإمام زين العابدين يخرج خارج الخربة ليتنفس الهواء لأنه يختنق في الداخل وكان المرض قد أصابه أو الجراحات ما أصابه أيضا يقول فكانت مولاة العقيل والنساء بخدرهم في الخربة الله أكبر يقول وكانت معهن مولاتنا رقية في أول يوم أو في ثاني يوم أو الليلة يقولون نامت العزيزة رقية من أثر التعب وكانت نائمة في الخربة يقول هناك بينما هي نائمة يسمعون تتحدث مع أبي الحسين وهي نائمة تتحدث مع أبايا أحرق خيامنا أبايا حسين ضربون أبايا حسين جروا أختي سكين من جسدك وهي تحدث وباها بينما هي كذلك مولاة العقيل والنساء صار لهن بكاء وعويل وحنين لمولاة رقية يسمعونها وهي نائمة تحدث أباها قالت مولاة العقيل أسكتنا إن رقية نائمة لا تستيقظ العزيز لم تنم منذ فترة خلوها ترتاح يقول بينما هي كذلك فزت من نوم يا رقية فزت من نوم يا ويا تنادي أين أنت يا والدي الآن كنت عندي جالس الآن كنت أحدثك يا أبي أنا أريد والدي عم زيني جت العقيل مولاتي ساعد الله قلب مولاتها زيني عم زيني قالت فددك زيني ماذا تريدين يا عزيزة الحسين يا عزيزة حبيبي قالت لها عم أريد والدي الحسين أريد والدي الحسين قالت لها بني والدك في سفر قالت عم زيني يبقى المسافر يعود متى يرجع والدي في السفر ضجت مولاتي العقيل بالبكاء ضجت النساء بالبكاء والعويل وصل صوته والبكاء والإمام زين العابدين يبكي صارت ضجة صوت وصل صوتهم إلى مسامع يزيد يزيد النادى ما هذه الضجة ما الذي جراه بعض أهل الشام أيضا كانوا عند الخريب صاروا يبكون يقول بينما وكذلك وهو يسمع هذه الضجة قيل له إن طفل من أطفال الحسين رأت أباها في عالم الرؤية والآن تريد والدها فقال اللعين ابعثوا إليها برأس أبيها لعلها تتسل به أتوا برأس مولانا الحسين وكان مغطا بمنديل وضعوه في طبق لما أخذوا إلى مولاتي وضعوه أماما قالت عم زينب أنا ما طلبت طعاما لا أريد طعام أنا أريد والد الحسين قالت لها مولاتي بني مقصودك في هذا الطبق الله أكبر فلما رفعت الملديل وإذا بيات رأس أبي الحسين أخذت الرأس ضمته إلى صدر ويتنادي أبه من الذي قطع وريده أب من الذي ايتمني على صغر سلي والله فزا يا 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 آيات أشافت من بعيد أصاحت هل براس لك يا العميد والله يهلال عزنا بليلة العيد لي أشك طاعت فيه لي صند يقولون لما أخذت الرأس جعلت تخاطب أب من الذي أيتمني على صغر سني أب من للكبير إذا أحتاج أب من للصغير إذا حان الله أكبر تخاطب بينما يا كذلك إذ هدأ أنينها سكن صوتها وضعت فمها على فم أبيها نادت خذني معك أبي حسين آخر كلمة نطقة حسين في هذه الدنيا ثم ثم سكت صوتها بعض النساء يخبرنا البعض الآخر لعل رقي أغمي عليها بعضهن يقول لعلها نامت يقول بينما يا كذلك وإذا الإمام زين العابدين علي بن الحسين خارج الخربة ينادي عم زين الله يساعد مولاتي العقيلة عم زين أرفع الطبل الرأس يبي لقد مات ترقي اتقلب يا يا أبو يا والدي والله ضيم أنا صير من زغري يتيم أثار الأبو يا ناس خيم يفي على أولاده وحريب يقول المولاتي يجت رفعة الله أكبر عاد مولاتي بلسان الحال تقل أبوي يتمني يتمني أنا تمني أتسهل لما أشوف يابو يوم أشوف الرأس مقطع يقولون أنك مولاي الإمام زين العابدين وعز عمته زين يعز على وفاة رقية ومولات زين بتبكي على رقية الحسين آذية آما كم تلوذ ببعضها ولكم نساء آن تلتجي بنساء آي 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 مصائبهم شتى وواه وشتى قبورهم فرج عنا يا الله اللهم بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وفرج عنا وعن إمام زماننا يا الله اللهم بحرمة مولاتنا رقية ابنة الحسين ببنات أبي عبد الله الحسين بأخوات أبي عبد الله الحسين بإخوان أبي عبد الله الحسين بحق مولانا أبي عبد الله الحسين فرج عنا وعن كل مكروب يا الله اللهم فرج عنا كل وباء يا الله اللهم اكشف عنا هذا الوباء وعن جميع السامعين وعن بلاد المسلمين يا الله اللهم يسر أمورنا وشافي وعافي مرضانا واقضي حوائجنا يا الله ربي فرج عن كل مكروب يا الله ومهموم فرج عن كل مريض يا الله صلي على محمد وآله وعجل بفرج مولانا واجعلنا من أنصاره وعوانه إلى شرف محمد وآل بيته إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات إلى من مات على الإيمان رحم الله من أهدى إليهم ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صلي على محمد وآلي محمد أنا بنت طلقش المنتجيني وزاهدة أنا بحطابش تعرفيني وبيتش ما أطمع قلتش فارقيني خذتي أمي وعادي وإخواني وبنيني خذتي أمي وعادي وإخواني وبنيني أمي وإخواني وبنيني وإخواني وبنيني وإخواني وبنيني